موسيقى ومعنا النهاردة دكتور أحمد أسرف استشاري أمراض القلب بأكاديمية القلب بجمع كينشامس أهلا بحضرتك أهلا بيك دكتور حيك شايف مؤتمر كارديو أليكس إزاي بيساهم في ارتفاع الأداء التببي للأطباء في مصر أولا أنا سعيد جدا موجودة مع حضرتك في اسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط وفي مؤتمر كبير قوي كارديو أليكس كارديو أليكس بقى علامة مميزة لطب القلب في مصر ويعتبر من أهم مؤتمرات القلب في مصر والمنطقة العربية والعالم يعني كارديو أليكس ما بقاش يعني مش محتاج إن أنا أتكلم عنه إضافة لكل الأطباء على المستوى العلمي بشكل غير عادي أسادزة من مختلف الجامعات المصرية وفي المنطقة العربية والعالم محاضرات على أعلى مستوى نقل حي الحالات من أصعب الحالات من غرف حجرات الأسطارة في مصر وبر مصر كارديو أليكس يعني دائما بنفضي وقتنا علشان دائما لازم نحضر هذا الحدث العلمي وهيخطن أستاذنا العزيزة الدكتور محمد صبحي واللجنة المنظمة كل سنة دائما فيه جديد فيه شكل مختلف المؤتمر ثاري دائما بمواضيع مهمة وجديدة المؤتمر السنة دي فيه حدات جديدة قوي وده يعتبر أول مؤتمر بيركز أو بيكلم السنة دي عن حاجات جديدة قوي في القلب والأسطارة لكن أضاف حاجة لها علاقة بالطب القلب الرياضي وده أول مؤتمر في مصر يتكلم عن أمراض القلب لدى الرياضية طب القلب الرياضي هو موضوع ما هوش جديد خالص هو في العالم لكن جديد على مصر ومنطقة العربية وتم إنشاء أول مركز قلب رياضي في مصر في المستشفى ودنيل من عدة أشهر وهي كارديو أليكس ده أول مؤتمر في مصر والمنطقة العربية بيتحدث سوي عن تأثير القلب أو تأثير الرياضة على القلب الرياضية دايماً أي رياضي بيمارس رياضة بيحدث تغيرات في السيولوجية بتحصل إن القلب بحجراته بتتأسع وسمك العضلة بيسيه أحياناً الموضوع ده بيبقى تحول إلى مرض وبالتالي كان مهمة قوي إن إحنا نبدأ نفوكس ونبدأ نركز عشان نعرف الأطباء إيه الفرق ما بين الفيسيولوجيكال اللي بتحصل الفيسيولوجيكال التشينجيس اللي بتحصل والباتولوجيكال التشينجيس اللي بتحصل نقطة تانية إن فحص الرياضيين مش بيبدأ من مجرد إن إنت تعملوا رسمة قلبة أو موجات صوتية لا إحنا بنبدأ بالكلام اللي بيقولوا من شكويته وتحليل الشكوى اللي بيشتكيها اللاعب مثال بسيط قوي الدوخ هل الدوخة دي لما بيشتكي منها بيتسئل سؤال بتتفصص أما بنقول كده هل ده بيبقى قبل الرياضة قبل ما تلعب ولا أثناء اللعب ولا بعد ما تلعب كل واحدة من دول ليها سكة تانية خالص قلب الرياضي بقى موضوع حدث مهم وخصوصا إن الرياضة بقت حاجة مهمة ما بقتش هواية ده بقت صناعة والستثمار لدول دولة مثلا زي دولة البرازيل مثلا يعني أحد موارد الداخل اللي هي الرياضة ولعبة الكورة فأصبحت الرياضة بقت حاجة مهمة قوي فإنت عشان تحافظ على اللاعب ده اللاعب ده استثمار لازم أن يبقى تهتم قوي بصحيته لازم أن تهتم بكل ما يحدث عشان لو بيشتكي من حاجة لأن لو القلب تتوقف مع الحقيقة فمهمة قوي منك إن إحنا ندر إستاذ الموضوع باستفادة برمق لأنه الموضوع مهم جدا وأنا شايفه الحدث بالذات مع كاس العالم والبطولات اللي جاية كمان إن شاء الله مرسي جدا لحاجة تكتب شرح تاني إن شاء الله من آخرين مرسي 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 مرسي